اعزائي طلب الطلبات الشيادة الاعدية اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنبدأ نشوف مراجعتنا على الفصل التاني وكان عنوانه حاجة اسمها البرانشنج وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده في شرحينا للفصل التاني وحنا بنتكلم على البرانشنج كنا بنتكلم ان انا عندي مجموعة اكواد المطلوب ان انا انافزها او مش انافزها مجموعة الاكواد دي هتبقى مرتبطة بحاجة اسمها الكونديشن او ما يسمى بالكونديشن الاسبريشن اللي هو الشرط او التعبير الشرطي التعبير الشرطي ده كنت بكتبه ما بين F و Z علشان يقولي الشرط ده صح ولا غلط يعني مثلا كنت بقوله مثلا F الـ X اكبر من Y او F الـ X اكبر من اتنين لو الكلام ده صح هيعمل حاجة ولو الكلام ده غلط هتعمل حاجة تانية طيب جينا اتكلمنا في الفاصل ده عن ثلاث حاجات او ثلاث جمل من البرانشنج جملة اسمها F than وديك بتنفذ معي في حالة true فقط اللي حال لو الكونديشن اتنفذ او كان صحيح فبينفذ معي حاجة معينة طيب خدنا الجملة التانية اللي هي F than else وديك بتنفذ في حالة true وحالة false اما الجملة التالتة كان حاجة اسمها Select Case وديك في حالة وجود اكتر من كونديشن وراء بعض انا ممكن استخدم جملة Select Case طيب تعالوا نشوف مع بعض النهاردة اهم الاسئلة اللي ممكن تجينا في الفاصل التاني والمتوقع ان ان شاء الله نلاقي اي اسئلة منها في اسئلة الامتحان بتاع اخر السنة باذن الله نبدأ على طول السؤال الاولاني بيقول هنا اجيب مستعينا بالكود التالي طيب الكود بيقول افقركم ديت كانت جملة F than بس مش F than else والجملة ديت زي ما قلت قبل كده انها بتنفذ في حالة true ما بتنفذ في حالة false يعني على حسب ما شايفين في القود اللي موجوده قدامنا ال X الدرجة يعني لو كانت اكبر من او بتساوي ال 50 لو كانت الدرجة ديت اكبر من 50 او ساوت ال 50 طلع الرسالة فاكر متناجح هتقول لها مستر طب لو كتب 49 مش هتنفذ تمام مش هنفذ حاجة او هطلع هنفذ من بعد end F مش هلاقي قدامه حاجة تاني الطبيعي ان في الجملة اللي موجودة قدامنا هنا طالما فيه condition او فيه شرط لو true هينفذ اللي بعد Z اللي هي رسالة بتاعت ناجح طب لو false هينفذ من بعد end F بصرف النظر عن القود اللي مكتوب تحتها ايه؟ ربما ما يكونش اصلا فيه قود مكتوب تحتها فخلاص مش هنفذ حاجة طيب تعالوا نشوف بقى الاسئلة هتجن عليها ازاي؟ السؤال بيقول بيظهر صندوق الرسالة او بيتم اظهار صندوق الرسالة ليه MSG بوكس ناجح وعليه النص ناجح عندما ها حد يقولها هتقول ليه مصر بقت سهلة طيب ما طبيعي هيظهر امتى لما يكون condition ايه؟ true يبقى في حالة ديت على طول هقول له عندما تقوم قيمة المتغير X اكبر من او بتساوي الخمسين تاني عندما تقوم قيمة المتغير X اكبر من او بتساوي كام الخمسين طيب تعالوا نشوف تاني برضو ما زلت مع نفس القود طيب اذا كانت قيمة الـ X في خمسين فان ناتج القود هو طبعا الموضوع بقى سهل طالما عدى الخمسين او equal الخمسين في الحالة ديت هقول له ان بيتم اظهار رسالة بها كلمة ناجح طيب يا طرق ايه اللي هيحصل لو كانت قيمة الـ X 65 هتقول لها مصر طب ما عادي بقى ما احنا قلنا في الشرط بتاعنا لو كانت اكبر من او بتساوي طب الـ 65 اكبر من الخمسين الكلام ده برضو صحيح يبقى على طول برضو هيظهر كلمة ناجح طيب تعالوا نشوف برضو طب ايه رأيكو بقى لو كانت الـ X 49 طب بصلها بقى مع الشرط بتاعك الـ 49 اكبر من الخمسين هتقول لي لأ طيب الـ 49 بتساوي الخمسين هتقول لي برضو لأ يبقى في الحالة ديت لا يتم اظهار الرسالة يبقى الرسالة اللي فاكي متناجح مش هتظهر تمام لانها بتظهر في حالة تحقيق الشرط نيجي نشوف بعد كده قال هنا ايه بقى اه ده النقطة التانية اللي هي جملة بتاعت F Z N L واللي انا قلتها من شوية انها بتنفس في حالة True وكمان بتنفس في حالة False يعني من اخر كده انا كده كده اشغال على Condition على شرط الشرط لو تحقق هينفذ اللي بعد Z N طيب ما تحققش يبقى هينفذ اللي بعد Else وما تنساش انك بتبدأ بـ F بتنهي الجملة بـ End F اه في حتة برضو مهمة يجوز كتابة جملة F Z N Else او F Z N بس على سطر واحد طب اتقول لي مصر ايه بقى يعني طالب ما انا هكتبها على سطر واحد ايه ايه اللي فيها اه شيل End F من نهايتها يبقى ما ينفعش ان انا هكتب End F في نهاية السطر المهم خلينا نرجع مرة تانية له السؤال بتاعنا بيقول اه if conditional expression او تعبير الشرطي then code one else code two code one وcode two دول عفوا اه هيتنفذوا امتى قالك هنا code one وcode two code one هيتنفذ لما يكون condition true code two هيتنفذ لما يكون condition false فبيقول هنا بقى اكتب تعبير شرطي بيختبر قيمة المتغير y تاني انا عايز اكتب تعبير شرطي يختبر قيمة المتغير y اذا كان اقل من الصفر يعني من الاخر انا عايز احط الشرط اذا في الحالة ديت على طول هكتب له if y اللي هو المتغير بتاعي اقل من الزيرو تاني if y اقل من الزيرو then code one else code two هتقول لما اصر انت كتبتها على شرط على سطر واحد عشان كده ما حطتش end f تمام نرجع تاني استبدل code one في القود التالي بنص الرقم سالب في صندوق رسالة يعني معنى كده ان انا هكمل يعني لو الواي كانت اقل من الصفر طلع لي رسالة بتقول الرقم سالب يبقى في الحالة ديت على طول اهو يبقى ايه في الواي equal اه سوري ايه في الواي اقل من الزيرو ده الشرط بتاعي اللي كان في المكان ده كده ما له انا عايز اكتب بقى code one else code two قال لك شيل لي code one ده كده وطلع لي ان كلمة الرقم سالب في صندوق رسالة اذا انا هشيل code one وهدخل مكانه على طول بم اس جي بوكس الرقم سالب اللي يظهر قدامنا دلوقتي طي نبص برضو سؤال تاني بيتكلم على الكود اللي موجود قدامنا ايه الاخبار بقى في الكود ده بصولي كده انا كبرتلكم الشاشة شوية هوت عشان نشوف الدنيا فيها ايه برضو قدامي ويندو الويندو اللي موجودة قدامنا هنا او form عليها ان انا هدخل درجة الدرجة ديت هكتبها وهضغط على كلمة نتيجة لو الكلام ده كان صح طبعا هنشوف كود قصادنا بيقول ايه اهو الكود بيقول لو الدرجة كانت اكبر من او بتساوي الخمسين طلع لي كلمة ناجح طيب الاول السطر اولاني ده مين لما قالت دم اكس از سنجل احجز لانك بدأت الكلمة الدم اسمه اكس ونوعه سنجل هتقول لي مصر انا فاكريني السنجل ديت كانت السنجل والضبل والديسيمل التلاتة كانوا بتعاملوا مع ديسيمل يعني معنى كده افكركم بهم بسرعة كده احنا جبناهم في الفصل الاولين احنا بنرجع عليهم كنت بتكلم على سبع انواع بتعاملوا مع حاجة اسمها النيوماريكل او الارقام اللي هما تاني البيت الشورت الانتجر اللونج اللي اربعة شغلين على الانتجر السنجل والضبل والديسيمل شغلين على الديسيمل طيب خلاني نرجع تاني للسؤال بيقول هنا دم اكس از سنجل بعد كده اقول تول اكس ايكوال مي ومي بتعني اسم الفورم اللي انت موجود عليها تاني مي معنى ايه اسم الفورم اللي انت موجود عليها مي ضد تاكس بوكس وون ضد تاكس يعني من اخر كده انت بتعمل أصين تخصيص لكل ما يتعلق بتاكس بوكس وون خده خزنه جوه ال اكس طيب كده انا خزنت قيمة تاكس بوكس جوه ليه ال اكس تعالوا بقى بصوا على ال اكس اخبارها ايه ال اكس اكبر من ابو تساوي الخمسين لو الكلام ده صح طلع على الرسالة بتقول كلمة ناجح وطبعا خدوا بالكم ان هو كتب هنا جملة اف زن على اكتر من سطر عشان كده بدأ يحط لك اند اف نهاية السطر المكتوب قدامنا طيب بعد ما فصرنا الكود كده تعالوا نشوف الاسئلة ممكن تيجي عليه ازاي برضو السؤال الاولاني بيقول لك انا ايه حدد الغرض من البرنامج على طول طباعة كلمة ناجح يبقى يطلع لك كلمة ناجح عند ادخال درجة اكبر من او بتساوي الخمسين يعني لو كتبت الدرجة اكبر من خمسين او ساوت الخمسين على طول هيطلع لك كلمة ايه ناجح السؤال لبعده قال لك انا بيتم تنفيذ الكود الكود ده هيتنفذ وقت ايه عند وقوع الحدث اللي اسمه ايه على الاداة button one اصلا لو بصيت على كده هتلاقي كلمة ايه private sub button one underscore ها عملنا كتير جدا private sub button one underscore مين underscore click ازا ال event بتاعك الاساسي هنا هو click يبقى هنا عند وقوع الحدث click على الاداة button one تاني يبقى هنا الكود ده هيتنفذ امتى لما تقع click على مين على button one نوع المتغير x في الكود هو يبقى ده من شوية اللي هو single اما كلمة مي في الكود بتشير الى النموذج الحالي او تنتهي جملة f b على طول مين بقى end f تاني يبقى نوع المتغير x كان نوع single مي وقت ما تلاقى في اي وقت بتشير الى القرنت form او النموذج الحالي جملة f بتنتهي ب end f بس بشرط انها بتكون مكتوبة على اكتر من سطر اما لو كانت مكتوبة عندك على سطر واحد في الحالة ديت على طول ما تنساش ان مش حط اصلا end f في السطر ده طيب جاب لك والتاني نكبره شوية برضو ونشو بيقول في ايه هتقول يا مساء دي الحالة التانية بقى هو نفس الفكرة كلها بس الفكرة ان هو زود ايه else msg box راسب تاني لما قال them x as single x equal me dot text box one dot text if x greater than or equal 50 then msg box ناجح else msg box راسب end f طيب احنا فهمين الكود ده كويس جدا نرجع مرة تانية هنشوفه عايز ايه اذا كانت قمت الx 75 بصي اللي على طول على الشرط يبقى شيل x وحط 75 هنا كده 75 اكبر من 50 على طول يبقى هيظر كلمة ايه ناجح موضو بسيط طيب اذا كانت قمت الx 48 طيب بصيلها برضو شيل x وحط 48 هل 48 اكبر من 50 هتقول لا مستر طيب equal 50 برضو لا يبقى على طول هتطلع كلمة راسب طيب قال لكن قاعد كتابة الكود ليتم تنفيذ جملة فزن على سطر واحد يعني عايز اكتب جملة دي على سطر واحد هتقول خلاص ما احنا عرفناها بقى يعني الموضوع كله ان اكتب كل المكتوب عندك في فزن عادي جدا ما عندش اي مشكلة فيه خالص يبقى يبقى تاني يبقى اكتب الف وبقى كده زن واكتب حالة true وبقى كده else واكتب حالة الفلس وما حطش في الاخر من indif يبقى هيطلع السطر كده اهو اكتب اكتب من او بتساوي الخمسين يبقى لو الاس كانت اكتب من او بتساوي الخمسين طلع الرسالة فيها كلمة ناجح else طلع الرسالة فيها كلمة راسب وطبعا الكود انتهى لحد الجزئية ديت مش هحط indif سؤال تاني اه بصوا برضو هنا بيقولك ايه الكود ده قالك ده in as long الان هتجيب من text فوق صند text عادي بعد كده بدأ يحط condition بتاعه ايه في الان موت هتقول لها مستر ايه الموت دي بقى فكرنا بيها الموت دي يا جماعة اللي هي الريميندر اللي هو بقى الاسم يعني مثلا لم اقولك عشرة موت هتقول العشرة بتقبل اسم على اثنين اذا الريميندر زيرو معناها من الرقم ده زوجي طيب التسعة بتقبل اسم على اثنين هتقول لأ طب الريميندر كام هقولك 1 تمام لان الفرق بين 9 وال 10 كام 1 اذا في الحالة ديت على طول يبر مندر هيكون بواحد هنا اذا في الحالة ديت هيكون الرقم فردي طيب اللونج افكركم تاني ده نوع من انواع الانتجرال اللي هي الارقام الصحيحة جاي مع البايت والشورت والانتجر واللونج اللي هو اكبر واحد في مجموعة الانتجرال المهم هرجع تاني السؤال بيقول عدل انا عايز اعدل في قيمة اه سوري في نوع المتغير ان بدل ما هو لونج هيبقى مين انتجر يبقى في الحالة ديت بدل ما هقول ديمل ان از لونج على طول هقول له ديمل ان از انتجر تمام نيجي تاني عدل الكود ليه قالك لطباعة محتوى الرسائل على لابل 1 يعني بدل ما كان بيطلع لك msgbox الرقم زوجي else الرقم فردي انا عايز يطلع لي الكلام ده على لابل 1 و لابل 2 في الحالة ديت على طول هقول له بدل msgbox الرقم زوجي هقول له لابل 1 dot text equal الرقم زوجي وكذلك بالنسبة للتانية هتبقى لابل 2 dot text equal الرقم فردي تمام يبقى هنا بدل ما كان بيطلع الرسالة على msgbox طلعتها له على label 1 او label 2 بصرف النظر عن ال label اللي بطلع عليه ال data بتاعتي سؤال تاني قال هنا الكود التالي بيحتوي على ثلاثة اخطاء اذكرها يعني معنى كده ان الكود اللي موجود قدامنا هكبره لكم برضو اهو بصوا معايا بدأ الكود بكلمة dim x as integer dim x as integer ادي واحدة ال n equal me dot text box one dot text if n mod to equal zero msgbox الرقم زوجي else msgbox الرقم فردي وسيكت هتقول لي مستر طيب الاخطاء بقى الموجودة مشاكل الكود حلوة والدنيا تمام لا طبعا الكود فيه اخطاء اولهم اول حاجة ان تم الاعلان على المتغير x تاني تم الاعلان عن المتغير اسمه x وتم تخصيص القيمة للمتغير n ايه ده مش هينفع تمام ما انتم اعلنتش اصلا عن n هتستخدمها ازاي تمام يبقى تاني اعلنت عن x يبقى لازم تقول هنا ايه ال x equal me dot x box on dot x وبعد كده اقاو هتقول dim ال n as integer معديش مشكلة خالص تمام يبقى اول حاجة انت اعلنت عن variable واستخدمت ايه variable تاني النقطة التانية لم تكتب كلمة then ايه في الكنديشن then ما كتبتش then اذا في الحالة ديت ده تاني نوع من انواع الاخطاء اللي موجودة عندي طيب الخطأ التالت انا اكدت لكم من شوية انك طالما كتبت جملة if then else على اكتر من سط يبقى لازم اكتب ind if طيب حضرتك ما كتبتهاش يبقى برضو ده نوع من errors او من الاخطاء اللي موجودة عندنا يبقى لم تكتب كلمة ind if تاني اولان عندنا number one تم الاعلان عن متغير وتم التخصص المتغير تاني لم تكتب كلمة then لم تكتب كلمة ind if اذا كل واحدة من دولة يعتبر نوع من الاخطاء اللي موجودة معنا قاعد كتابة القود بشكل صحيح هتكتب القود صح بقى ازاي اهو وانا شلتلكوا الاخطاء اللي كانت موجودة فيه دلوقتي بصوا بقى معايا بقى القود ده عامل ازاي اهي them n as integer هتلاقي هنا تاني نقطة عندنا ان انا ضفت then اهي وضفت ind if وما يستهلكوا بألوان عشان تعرف ايه اللي كان عندك في الكود بتاعنا يبقى هنا اه تم الاعلان عن متغير in وتم التخصص القيمة المتغير in بعد كده اه if condition لازم يحط then بعد كده اه حطيت ind if نهاية السطر سؤال اللي بعده قال هنا بعد دراست الكود ده طبعا اه جملة اه التالت عندنا اللي ما يستهل ما كنمش عنها لغة دلوقتي اللي هي جملة select case كنت ببص على حالة variable وابدأ اشوف الكيس بتاعته او الحالات بتاعته يعني انا ببص هنا كده ببص معايا الكود هكبره لك شوية برضه عشان يبان قدامكم اول حاجة them degree as single بعد كده قال degree equal me the text box on the text select case degree بص على حالة degree اخبارها ايه case zero كأنك بتقول هنا if degree equal zero كأن لو الدرجة بتساوي الصفر طلع لرسالة بتقول اه ان الدرجة بتساوي صفر لو لا طب شوف لي الدرجة ديت اقل من الصفر لو الكلام دي صح طلع لرسالة انها تحت الصفر طب لو لا شوف لي الدرجة ديت لو هي اكبر من الصفر طلع لرسالة انها ايه فوق الصفر طيب هتقول لها مستر هاجي لنا عليها بقى سئلة ازاي يعني هتسئل على الجزئية ديت ازاي بصوا معايا اول حاجة اذا كانت قيمة المتغير degree بتساوي 40 على طول هتقول لها مستر خلاص يبقى عند الكيس بتاعته zero مش هينفذ طيب الكيس اكبر من zero اه اللي 40 اكبر من الصفر يبقى في الحالة ديت هيروح مطلع لك رسالة اللي فيها كلمة ايه فوق الصفر تمام طيب سؤال تاني ماذا يحدث لو تم كتابك كلمة احمد داخل التكست وكس تاني انا بدل ما دخل نمبر دخلت له تكست كلام مكتوب ايه اللي هيحصل في حاجة زي دي اول نقطة قال لك سيتم اظهار رسالة بها كلمة اه ادخل عدد تمام اللي هو الجزء اللي تحت ده كده هيتطلع لك رسالة بها كلمة ادخل عدد طيب اه القود التاني اللي هو مي دوت تكست بوكس وان دوت فوكس والتالت مي دوت تكست بوكس وان دوت تكست ايكوال امت سترينج هيقولك في الرسالة الاولى او هيتطلع لك في القود الاولاني طلع لك رسالة بيقولك ادخل عدد طيب التانية وضع مؤشر الكتابة بداخل التكست بوكس تامي ده الكتابة تاني ثم افراغ محتوى التكست بوكس لما قلت له مي دوت تكست بوكس وان دوت التكست ايكوال روح تفاتح كوتشن وقفلتها ودقيت معناها طبعا ايه فضي محتوى التكتس بوكس اللي موجود عندك نيجي نشوف تاني طب اذا كانت قيمة المتغير ديجري اقل من الصفر يبقى في الحالة دي كيس زيرو ما تنفعش كيس جريتر زين الزيرو ما تنفعش يبقى فاضل حالة واحدة انها اقل من الزيرو ويروح مطلع لك رسالة على طول فيها كلمة ايه تحت الصفر تمام يبقى في الحالة دي هتطلع لك رسالة فيها كلمة ايه تحت الصفر حدد نتيجة المتغير اكس وواي بعد نهاية القود يعني هتدي لك قود وقول لي يا ترى الاكس في الاخر هتكون بكام والواي هتكون بكام من الاسئلة اللذيذة جدا واللي سهل جدا ان احنا نحلها اول حاجة انا بقولك الاكس بدأت بتو الواي بدأت بسري تاني قلت له ديم الاكس از انتجر اكوال تو الواي اكوال كام سري طب يمشي معي بقى مع الكنديشن عشان تبدأ تشوف الدنيا فيها ايه اول حاجة هي الاكس باتنين زائد اتنين بقت اربعة طيب هل الاربعة تاني بصي لا كده هل الاربعة اكبر من التلاتة زائد واحد اه تلاتة زائد واحد برضو اربعة يبقى في الحالة ديت هتلاقي عندنا اربعة اكبر من الاربعة هتقول لي لا يا مستر اذا على طول هيسيب حالة زن وهيشتغل على حالة مين حالة الالس اللي هي الاكس بكام بخمسة والواي بسبعة اهي اظن سهل جدا والسؤال لو جالك بالشكل كده سهل جدا جدا ان احنا نشتغل عليه الموضوع بسيط طيب تعالى نشوف السؤال تاني انا عايزة حدد قيمة المتغير n بعد نهاية الكود طيب ايه المهم انا قلت له الان از سترينج احجز n على انها سترينج لو الان اكوال بصوا معايا كده double quotation فاضية تمام معناه ان هو لو الان فاضي تمام يبقى الان هتساوي كلمة رانا لو لا هتساوي كلمة شروق طيب هتقول لي مصر هو وهي الان فعلا string value تمام string value وانا ما حطتش فيها value معناه انها حاجة اسمها امت stringة او سلسلة حرفية فريغة طيب في الحالة دي هي الان هتبقى بكلمة رانا تمام طيب نتنقل السؤال اللي بعده حدد برضو نتيجة المتغير n بعدنا هيتقود دم الاكس as as integer الان x equal 3 by 2 minus 1 select case x لو هي بزيرو اكبر من زيرو اقل من زيرو لو بزيرو يبقى الان باتنين لو لو اكبر من زيرو يبقى الان باتلاتة لو اقل من زيرو يبقى الان باربعة وعمل ايه in the select طيب هتقول لي مصر ان لازم احسب الان اكس الاول طيب هي الان x equal 3 by 2 minus 1 الاول احنا عارفين ان في اولوية تنفيذ العمليات انا باخد الملتيبلاي اللي هو الضرب قبل الطرح والايه والجمع طيب تعال ابقى بص اتنين في تلاتة هتلاقى بستة ناقص واحد يبقى بخمسة يبقى هنا select case x الخمسة بتساوه صف لا طب الخمسة اكبر من صف طبيعي يبقى على طول هتبقى الان بكام بتلاتة مش هبص لطبع الحالة التالتة نيجي نتنقل السؤال اللي بعده اكمل العبارات التالية تنتهي جملة select case b end select تاني بنهي جملة select case بايه بend select يتم كتابته بين f وzen اه هتقول لهم مستر ده عارفينه بقى ده condition expression او التعبير الشرطي انا بكتبه فعلا ما بين f وzen اكمل برضو تنتهي جملة f b end f يمكن كتابة جملة f zen على سطر واحد بشرط عدم كتابة برضو end f جملة نقط تستخدم في حال ان التفرع قائم على قيمة متغير واحد او ده select case اذا كانت قيمة x ب2 وال y ب2 تعالوا نبص على شروط بتاعتنا هيقول فيها ايه يا ترى لو ال x اقل من ال y با ال condition ده صح ولا غلط طب بصي لها كده ال 2 اقل من ال 4 هتقول لي true طيب x زائد 2 اكبر من 10 ال x زائد 2 يعني 2 زائد 2 4 اكبر من العشرة لا يبقى ده false طيب ال y اكبر من 10 ناقص x ال y ب4 10 ب10 ناقص x ب2 تمام يبقى في حالة ديت على طول هتقول لي ان الكلام ده هيكون ايه false واتمنى لحد كده اكون وفقت ان انا اتكلم عن الفصل التاني وغطي اهم الاسئلة اللي ممكن تجينا في الامتحان وان شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم فيه على الفصل التالت والرابع بإذن الله واشوفكم على خير بإذنك يا رب ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة